اشتركوا في القناة الحقيقة يمكن النهاردة مجلس الوزراء استعرض العديد من الموضوعات المهمة جدا ولكن اسمحوا لي يمكن ابدأ بالنهاردة المجلس الحقيقة استعرض توجيهات فخامة الرئيس في موضوع الحبس الاحتياطي وده شيء كان شديد الاهمية في اطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومخرجات الحوار الوطني فالحقيقة يمكن احنا توجيه سيادة الرئيس بان احنا كل التوصيات اللي وردت من مجلس امناء الحوار الوطني بشأن موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة الحقيقة يعني النهاردة نقشنا هذا الموضوع وتم التوافق على سرعة انهاء تعديلات قانون الاجراءات الجنائية بحيث يبقى جاهز فورا بالتنسيق مع التوصيات اللي تمت من خلال مجلس امناء الحوار الوطني ان احنا يتم اعداد التعديلات اللازمة في تحقيق هذا الهدف المهم جدا وسرعة ارسالها ان شاء الله لمجلس النواب بحيث تكون من اوائل الموضوعات اللي يتم ان شاء الله منقشتها داخل مجلس النواب فور بدء الفصل التشريعي واعتقد هذه الخطوة هي خطوة شديدة الاهمية في اطار زي ما قلت لحضراتكم يعني ايمان الدولة المصرية بموضوع حقوق الانسان وتفعيل الاستراتيجية للدولة المصرية حريصة كل الحرص انها تفعلها في خلال الفترة القادمة الخاصة بحقوق الانسان الموضوع الاخر يمكن انا حابب ان احنا يعني استعرض بعض الانشطة الاسبوعية اللي احنا قمنا بيها كمجلس وزراء يمكن حضراتكم تابعتوا معانا كان هناك تسليم لعدد كبير من الوحدات الخاصة بمدينة العالمين وده كان شيء مهم جدا ان هذه المدينة يمكن الكلمة اللي انا قلتها ان هذه المدينة منذ ست سنوات ما كانش موجود مدينة خالص على الاطلاق النهاردة الحمد لله مدينة العالمين بقيت النهاردة يعني مقصد سياحي بكل المقيس مقصد سياحي عالمي انا عايز بس اقول لحضراتكم ان الساحل الشمالي اه هذا العام اه فيه اكتر من مئة جنسية اه زارة الساحل السيومالي وده النهاردة ضمن خطة الدولة لما قلنا ان احنا عايزين نزود المقصد سياحية في مصر وان احنا نستهدف عدد كبير من السائحين النهاردة الحمد لله الساحل الشمالي بقى النهاردة مقصد رئيسي زي ما كان دايما بنتكلم على شرم الشيخ والغردقة ومدينة القاهرة لان النهاردة بقى الساحل الشمالي ايضا مقصد مهم وهدف مدينة العالمين والمدن الاخرى زي راس الحكمة وكل المشروعات ان ما يبقاش الساحل الشمالي هو منطقة موسمية يدوبك ثلاث شهور ولكن يبقى بجد على مدار العام هو مقصد سواء للسياحة او حتى لعملية التنمية العمرانية وعشان كده هدف تواجدنا في المدينة كل سنة ان احنا نشجع هذه الفئة افكار وان احنا نشجع المستثمرين وقطع الخاص سواء من مصر او خارج مصر على الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي وانه نصلت الدوق ونروج زي ما بنقدر نقول لمنطقة الساحل الشمالي في مصر عشان تكون مقصد للسياحة العالمية بصورة كبيرة جدا في خلال الفترة القادمة ايضا كنت سعيد جدا جدا بوجودي في رالي السيارات الكهربائية وكنت فخور جدا بشباب المصري وهنا يمكن انا حابب اقول ان مهما قيل عن وكل ده شيء نقد ايجابي وكلنا حرصين على تطوير التعليم وجودة التعليم ولكن بيظل الشاب المصري اللي بيبقى خارج الجامعة المصرية وهنا بكلم عن الجامعة الحكومية والجامعات الحكومية هو على يعني شباب على مستوى عالي جدا بيتميز بحماسة كبيرة وعنده خلفية علمية كبيرة وبيطلع بافكار رائعة يعني الرالي ده وعدد السيارات اللي شفناها كلها سيارات كهرباء ومن اختراع وانتاج الشباب المصري شيء يفرح ويعطي الامل لنا ان هناك اجيال كبيرة جدا لان مصر الحقيقة اذا كانت بتتميز بشيء هي الثروة البشرية وان يعني طول ما ما بنشوف ان الثروة البشرية دي بيتم تدريبها وتعليمها وتأهلها بيبقى انتاجها كبير جدا وبالتالي احنا كدولة حرصين كل الحرص على دعم وتبني كل المبادرات اللي من شأنها انها تدي لهؤلاء الشباب المساحة لان هم يخترعوا ويزيدوا من انتاجاتهم ومساهمتهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي ودعم الاقتصاد المصري ايضا كان هناك فعليات للمؤتمر الكشف العالمي في القاهرة وده برضو شيء مؤتمر عالمي كبير جدا الدولة المصرية كانت حريصة على يعني استضافته واخراجه بافضل صورة ممكنة في هذا الشأن ايضا الحقيقة هذا الاسبوع شاهد حدثين مهمين جدا في قطاع الطاقة الجزء الاول هو اطلاق اول سوق طوعي للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية وده شيء مهم جدا في تحفيز الطاقة الخضراء واعلننا بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين منخفض الكربون ايضا ووضعت بصورة رسمية والدولة اطلقتها ودول احنا متحركين بصورة كبيرة جدا في هذا المجال النهاردة كنا يعني مجلس الوزراء اعتمد اه مشروعين كبار جدا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لمستثمرين اجانب باستثمار اجنبي مباشر من الخارج عشان نستهدف الدولة المصرية ان السنة الجاية زي ما قلت لحضراتكم اكتر من اربعة جيجا ان شاء الله حيكونوا دخلوا للشبكة المصرية من الطاقات الجديدة والمتجددة ولكن بنتكلم على تمانية وعشرين جيجا على مدار الخمس الى سبع سنوات القادمين حيدخلوا علشان نحل بيهم جزء كبير جدا من مشكلة الطاقة اللي موجودة لان رؤيتنا عندنا مستهدفات واضحة عشرين تلاتين يبقى هناك نسبة اه ليست بالقليلة لموضوع الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة بنترجمها النهاردة خلاص لخطوات تنفيذية مشروعات اللي بتتقدم بخطط تنفيذ بتتابع كل ست شهور النهاردة كل يعني اسبوع سيد وزير الكهرباء بيدخل المجلس عشان نعتمد عدد من هذه المشروعات وبنتابع تنفيذها على الارض وده شيء مهم جدا في هذا الشكل الحقيقة ايضا يعني انا عايز ان انا اتكلم على عدد من المؤشرات المهمة جدا الاقتصادية يعني حضركم تابعتوا ان الحمد لله مؤشر البطالة ما زال عند مستوياته المنخفضة احنا بنتكلم ان احنا وصلنا الستة ونصف المية بنتكلم على اجراءات الحقيقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعني اطلق وثيقة مهمة للاجراءات الاصلاحية للدولة قامت بيها على مدار السنوات السنتين تلاتة الماضيين اللي وصلت لأكتر من مئتين وتسعين اجراء بهدف يعني اللي احنا بنتكلم فيه ان يبقى عندنا الدولة المصرية مرونة في سياسة سعر الصرف وسياسة النقدية موضوع تعزيز المنافسة والحياد التنافسي تشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعي على الانطلاق بقوة شديدة جدا تيسير الاجراءات وزي ما وعدت حضركم ان شاء الله النصف الاول من سبتمبر الدولة المصرية هتعلن من خلال وزارة المالية ووزارة الاستثمار انا عايز اقول يعني اجراءات ان شاء الله هتكون اجراءات ثورية في مجال الاصطاح الضريبي وتشجيع الاستثمار وتيسير الاجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية مش عايز اصطبق الاحداث في تفاصيلها ولكن فعلا هتكون بتلبي كل طلبات القطاع الخاص والقطاع الاستثماري في هذا الشأن احنا على مدار سنة 24 حتى يونيو الماضي احنا طلعنا اكتر من 31 رخصة ذهبية وده توجه للدولة في تشجيع المشروعات المهمة الكبيرة مساهمة القطاع الخاص النهاردة في عام 23-24 بقى 37% احنا كان السنة اللي قبلها اقل من حوالي كنا 27% او 26% فاحنا النهاردة زي ما بقول لحضراتكم ماشيين بخطة سريعة جدا في الوصول ان نبقى نسبة القطاع الخاص فعلا من اجمال الاستثمارات تتجاوز 65% اللي احنا وعدنا بيها وشغالين عليها السنة دي المستهدف ان احنا نقترب من 50% تكون نسبة مساهمة القطاع الخاص ففيه ارقام واضحة جدا خطوات تنفيذية الدولة بتقوم بيها عشان تشجع القطاع الخاص ان هو يتحرك بقوة واعتقد دي كلها مؤشرات انها بتقولها انا بقول هذا الكلام ليه وحابب ان انا اقول هذه الارقام ليه لان طول النهار اشعاعات بتطلع واخبار بتطلع تشكيك في المؤشرات اللي الدولة النهاردة بتتحرك فيها تشكيك في جدية الدولة لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص ان هو ينطلق كل ده انا حابب ان انا دايما احطه قدام حضراتكم موضوع الدين احنا برضو جزء من اللي هتعلنه وزارة المالية ان شاء الله في خلال الشهر القادم مؤشرات واضحة جدا 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 لخفض الدين الاجمالي للدولة اتحركنا وفكر حضراتكم في موضوع الدين الخارجي بقوة نزلين من 168 ل 153 مليار وعندنا الخطط بتاعتنا ازاي ان احنا نستهدف خفض الدين الخارجي فالدولة بتتحرك بالرغم من كل التحديات اللي حضراتكم اكيد متابعينها على مستوى العالم ولكن خططنا موجودة بنشتغل عليها بنتحرك عليها في خلال الخطوات دي وبنتباح تنفذها على الارض احنا مش مجرد بنطلع مجرد بافكار ولكن بنضع خطط وبنتحرك عليها في هذا الشأن علشان فعلا نحقق كل المستهدفات اللي احنا وعدنا بيها وبننفذها ان شاء الله كان فيه زيارة لمنطقة رأس الحكمة وبرضو دي كان هدفها كله ان احنا بنطمئن اهالينا اللي موجودين هناك ان الدولة المصرية بتراعي تماما شواغلهم وكل التعويضات السواء النقدية او العينية احنا ملتزمين بيها عشان نفعل عملية التنمية الكبيرة جدا اللي في هذه المنطقة اللي هم حيكون اول مستفيد بيها وانا كنت حريص جدا لنقل هذه الرسالة وتوجيهات سيد الرئيس بان يعني اهالينا هناك بيتم استعابهم بالكامل وينبقى هم جزء من عملية التنمية اللي ان شاء الله انها تكون موجودة في هذا الشأن احنا يمكن كان هناك لقاء مهم مع سيد نائب رئيس الوزراء لموضوع التنمية البشرية وان شاء الله بيبقى بنطلق مبادرة مهمة جدا للتنمية البشرية وتنمية الانسان المصري اللي هو كان جزء من برنامج الحكومة وده بمستهدفات واضحة ازاي نحسن في جودة التعليم الصحة الخدمات الحماية الاجتماعية كل ده ان شاء الله بخطة تنفيذية حنتباحها على مدار كل سنة بحيث ان احنا نحقق مستهدفاتها اللي احنا وضعينها ان شاء الله على مدار التلات سنين القادمين باذن الله وايضا لحتى عام عشرين تلاتين انا هتوقف عند هذه المرحلة واترك لحضراتكم علشان اي اسئلة حضراتكم تشايفينها فضل البترول والغاز الطبيعي فندم شكرا ويمكن احنا الحقيقة يعني اذا كنتوا حضراتكم بتلاحظوا يعني هو فيه اجتماع اسبوعي دلوقتي بيحصل علشان قطع البترول والطاقة والنهاردة يعني عشان لا اخفي على حضراتكم حيبه في اخر اليوم لقاء مع سيد محافظة البنك المركزي وسيد وزير البترول وسيد وزير المالية كل شغلنا النهاردة على تأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية اللي سواء للدولة احتياجات الدولة العادية او ايضا احتياجات قطاع الكهرباء وده تاني انا حابب ان انا بس اأكد لحضراتكم عب رهيب الدولة النهاردة بتتحملوا والحكومة والبنك المركزي بيتحملوا علشان نضمن استدامة استقرار وانتظام تدبير هذه الشحنات وبالتالي مع كل التحديات اللي موجودة الدولة المصرية حريصة على الالتزام بما وعدت بيه في هذا الشأن ولكن الهدف كله ان احنا ننظر على المدى يعني مش هقول المتوسط المدى القصير في ان احنا نحقق تبقى رؤية واضحة جدا بتعيد مرة اخرى انتاجية الدولة سواء من الزيت او الغاز للأوضاع اللي كنا موجودين فيها وبالتالي في خطة واضحة جدا 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 للدولة النهاردة ازاي نرجع تاني حجم الانتاج من الزيت ومن الغاز الطبيعي مع الشركاء الاجانب للمعدلات اللي كنا موجودين عليها بل وكمان تزيد في خلال الفترة القادمة الاسبوع القادم مع علي وزيرة بترول هيقعد مع كل الشركاء الاجانب علشان خطة زيادة الانتاجية زيادة الانتاجية اعتبارا من بداية عام عشرين وخمسة وعشرين لان اللي احنا لازم كلنا نبقى واخدين بنا منه مهم جدا ان احنا نشجع باستثمار من خلال الشركاء الاجانب في المنتجات وزيادة الانتاجية من داخل الدولة المصرية الدولة المصرية لديها الموارد الطبيعية وفيه هناك بالفعل مخزون من الغاز الطبيعي ومن الزيت موجود بس هو ايه اللي حصل عشان نبقى كلنا عارفين في ظروف الازمة الاقتصادية اللي مرنا بيها على مدار السنتين الماضيين وكانت مشكلة الدولار الكبيرة حصل تأخير فيه سداد مستحقات شركة الاجانب طب هو الشريك الاجانب مش بياخد الفلوس دي ويخرجها بالرغم ان دحقه لكن كان بياخدها بيحطها في استثمارات عشان يزود الانتاجية للدولة المصرية عشان هو يكسب منها برضو لكن لما حصل التأخير حصل بعض التباطق في هذا الموضوع فده قدى ان بقى عندي نقص في بعض المنتجات عوضتوا ازاي ان انا طريدت استوردها واتفحى بالدولار فاحنا النهاردة بنشتغل بصورة كبيرة جدا على عودة انتاجية وزيادة انتاجية الابار والحقول اللي موجودة في مصر مع الشركاءنا بحيث اعتبارا من بداية 25 الموضوع يرجع الى الارقام ان شاء الله بصورة كبيرة جدا نرجع للمعدلات دي دي هتفيد المستثمر او الشريك الاجنبي وحتفدني كدولة في تخفيف العب على هذا الموضوع فعندنا الرؤية واضحة تماما بنتحرك فيها وحنعرضها على حضراتكم ان شاء الله مع السيد الوزير بالتفصيل في خلال الفترة القادمة محمود مطوعة سعد البلد حضرتك اجتمعت امس لمراجعة القوانين والاجندة التشريعية اللي هتتقدم من الحكومة لمجلس النواب كنا عايزين بس نعرف اهم المشروعات القوانين التي ستقدم لمجلس النواب في الانعقاد القادم لا احنا كنا الحقيقة مبارح يعني انا عايز اقول لحضراتكم نقشنا اكتر من خمسة وستين قانون المفروض ان يعني احنا من ناحيتنا كحكومة وضعنا وجدنا ان تقريبا هناك اربعة وثلاثين قانون منهم حيبقوا اولوية اولى للدولة وحنبدأ ان احنا يعني نعرضهم ونبعتهم لمجلس النواب وحيبدأ النقاش قبل بدء الفصل التشريعي مع مجلس النواب ان شاء الله عشان نرتب اولويات هذه القوانين طبعا واحد على رأس هذه القوانين قانون الاجراءات الجنائية علشان يعني يبقى يعني بنحقق الوعد السيادة الرئيس وعد بيه بموضوع تفعيل وتنفيذ استراتيجية القومية لحقوق الانسان ولكن هناك قوانين هتبقى مهمة جدا تخص البعد الاقتصادي وهنا يمكن انا بتكلم على الجزء الخاص بالحاجات اللي هتبقى الحوافز الخاصة بالتعديلات الضريبية والتعديلات الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية اللي احنا قلنا هنطلع ان شاء الله على النصف الاول من سمتبر ونعلنها عشان دي عايزين ان احنا نفعلها فورا في خلال الفترة القادمة على طوله مباشرة هناك بعض القوانين المهمة اللي توفقنا انها لازم الحكومة تقدمها وعلى رأسها قانون الادارة المحلية وده هيبقى شيء مهم جدا موضوعات اخرى مهمة تمثل مواطن على سبيل المثال موضوع الاحوال الشخصية وده كان جزء من مهم كل دي النهاردة هتبقى على الاجندة التشريعية ولكن برضو ناخد بالنا واعتبرنا ان الفصل التشريعي بيبقى لمدة سنة فبالتالي طبعا حجم الزخم وحجم القوانين اللي هتبقى موجودة هتبقى كبيرة ولكن طبعا احنا بنثق في قدرة مجلس النواب ان شاء الله على ان هو يلبي تطلعات الشعب المصري في العديد من القوانين اللي هتكون من شأنها بإذن الله تعمل انفراجة كبيرة في خلال الفترة الجاي تفضلي جزء من الحضرات كلمت فيه في اول المؤتمر هو جزء الشائعة وكمان الشائعة المتعلقة المرضي هي متعلقة بقطاع الكهرباء يمكن خطة عدة هيكلة الاسعار لقطاع الكهرباء وخطة الدعم نفسها الحكومة أعلنت عنها قبل كده بس مع صارة البلبلة والشائعات اتقال ان الحكومة هترفع الدعم نهائيا كمان ان فيه يعني يمكن كتير من الناس مش عارفة ان سرقة الطيار الكهربائي هو جزء منه الازمة اللي احنا بنعيش متعلقة سواء بمقطاع الطيار او الازمة الكهرباء عامة يعني تعليق حضرتك على الموضوع ده المتعلق بالشائعات الخاصة بالكهرباء وجهود الدولة ووزارة الكهرباء في مواجهة سرقة الطيار شكرا لحضرتك أولا طبعا يعني أنا اتكلمت في هذا الموضوع بصورة كبيرة جدا وقلت لحضراتكم هنا واعلنت ان احنا هنتحرك نحو تحقيق التوازن في اسعار الكهرباء على مدار اربع سنين انا مش هعمل الموضوع في يوم وليلة وحتى قلته صراحة حتى بعد نهاية الخطة بعد اربع سنوات ستظل الشرائح الاولى اللي بتمثل محدود الدخل مدعومة ولكن اللي هتدعمها الشرائح اللي هي الاعلى وبالتالي حتى بعد الاربع سنين ونصل الى نقطة التوازن برضو سيظل محدود الدخل مدعومين وليس بالقليل على سبيل المثال اللي احنا اعلنناه والخطوة الاولى اللي اتعملت انا اول تلت شرائح كل اللي زودناهم على الشرائح دي من عشر الاثنشر قرش فقط لغير عشر قروش عشر قروش الشريحة اللي بعديهم اللي هي تمثل الطبقة المتوسطة بنتكلم في 25-30 قرش دي زيادة اذكر حضراتكم تاني احنا بنتحرك في بعد كبير جدا من 223 قرش تكلفة الكيلو واط للشريحة الاولى 58 قرش فانا كل اللي زودته عشر سيخ لأول تلت شرائح لكن زودته اكتر على مين على الفئات القادرة واللي بتستهل الكميات اكبر وايضا بعض الانشطة يعني التجارية او الطرفهية اللي بتحقق ارباح كبيرة وبتستهل الكميات كبيرة حتى في البعد التجاري يعني احنا راعينا في الزيادات اللي عنده مثلا دكان بسيط في قرية او مدينة صغيرة ده بنزود له حاجة بسيطة لكن بنزود على المولات وعلى المحلات الضخمة اللي عارفين انها بتكسب كبير هي اللي بتدفع اكتر يعني حتى جوه القطاع التجاري بنعمل دعم يعني الشرائح بردو كبيرة بتدعم الشرائح البسيطة عايز اتاني اكد اللي احنا عملنا التحرك ده التحرك الاخير ده بتاع الكهرباء فطورة الكهرباء تاني انا بقولها عشان كلنا نبقى حافظين الارقام الفطورة اللي لازم الكهرباء تدفعها للبترول في الشهر ستاشر مليار جنيه هي بتدفع خمسة مليار اربعة ونص الخمسة حتى مع الزيادة اللي بتحصل دي المرة دي اللي هتطلع بنتكلم انها مش هتقرق مش هتزيد عن انها اجمالي اللي هتدفعه حيبقى في حدودة العشرة مليار يعني ما زال الفجوة قد ايه حتى بعد الزيادات اللي موجودة ستة مليار طب مين اللي بيتحملهم الدولة انا بس حابب ان انا اكد لهذا الموضوع علشان تبقى الامور واضحة تماما للمواطن تاني احنا كدولة بنتحمل وما زلنا حنتحمل للفترة الجاية العبء الاكبر من تكلفة زيادات الفطورة بتاعت هذه النوعية من المرافق عشان نعي تماما ان الموضوع ده لازم نتحرك فيه ببطء وبتدرج علشان المواطن المصري يعني عارفين كويس قوي مدى ما يثقلوا من هموم واعباء وتاني انا بأكد حتى بعد ما هتنتهي الخطة بعد اربع سنوات سيظل الفئات الغير قادرة والبسيطة ما زالت هتظل مدعمة موضوع السرقات يعني احنا بنتحرك فيه وحنتحرك فيه بقوة ويمكن انا عايز اقول لحضراتكم انبارح كان معالي وزير الكهرباء بيعرض عليها حنبدأ ندخل تقنيات من شأنها وبقوة انها حتوصلنا من خلال بعض البرامج والقياسات وبعض الاجهزة وده وراني مبارح الحقيقة عرض على منطقة بعينها وصلنا ان احنا عرفنا من خلال المنظومة دي ان الشقة الشقة دي والشقة دي والمحل ده بيسرقوا الكهرباء وننزلوا عليهم لقوا فعلا ان فيه سرقات كهرباء ده هنتحرك فيه بمنتهى القوة ومنتهى الحزم ولكن برضو تاني انا بهيب بالسيدة المواطنين ان احنا نبقى واخدين بالنا ان موضوع السرقات ده ما هو بيأثر معاك انت في حاجات اخرى كتيرة كتيرة اذا كنت هتوفر جزء في فاتورة الكهرباء تبعات الكلام ده على الدولة بتبقى كبيرة جدا بتؤثر بعد كده على حاجات تانية ومقاصة اخرى بتبقى انت فاهم ان احنا ممكن نكون استفادنا بصورة شخصية او بصورة محدودة بعض المواطنين من خلال ان انا يعني انا اسف وفرت على نفسي ان انا ادفع الكهرباء لكن ما هو تبعات الكلام ده على البلد كلها بتبقى كبيرة جدا زي مشكلة الكهرباء احنا بنقول لو يعني فيه ترشيد لعشرة في المية من حجم الكهرباء اللي احنا النهاردة بنستهلكه ده من شأنه الواحده يخفف من حدة المشكلة الكبيرة ومن فاتورة اللي الدولة بتستورده النهاردة من منتجات علشان ادبر ان انا اوقف قطع الكهرباء وهو العشرة في المية دي ممكن تتوفر من خلال موضوع السرقات احنا بنتحرك ولكن كمان لازم الموضوع يبقى مسئولية مشترك ولازم يبقى المواطن عارف يعني انا اسف المواطن اللي هو بيلجأ بهذا الاسلوب الغير يعني جيد في موضوع السرقة ان تبعاته عليه برضو هو شخصيا هتبقى في جوز حاجة اخرى هتبقى تبعاته سلبية عليه فلازم كلنا نبقى فاهمين هذا الموضوع احنا كلنا في مركب واحدة جماعة الموضوع مش الحكومة لوحدها والمواطن لوحده احنا كلنا مع بعض لازم نبقى عارفين ان كل واحد فينا عليه التزامات ومسئوليات ومن شأننا لو تنفذ هذا الكلام كلنا حنبقى في حالة جيدة وفي حالة مستقرة باذن الله رحمد ايسى باوبة اخبار اليوم كان فيه اجتماع من ايام مع وزير التموين وتم استعراض عدد من المقترحات من اجل ضبط السوق كان من بينها اعادة تنظيم اسواك الجملة عايزين نعرف ايه قاليات التنفيذ هذا المقترح شكرا الله حضرتك الحقيقة طبعا برضو انا حابب اطمن حضراتكم عشان برضو ده بيبقى احيانا جزء من الشائعات الحمد لله الاحتياط الاستراتيجي من كل السلع المهمة جدا اللي تخص البلد الحمد لله في اطار امن ووصلين فعلا لاهم في بعض السلع الاستراتيجية زي الامحل اكتر من ست شهور وحطين خطة ان يتم استراض كل احتياجات الدولة المصرية على مدار السنة دي وكلها مؤمنة ومواردها مؤمنة علشان ما يبقى عندنا دايما الاحتياطي ده موجود ومش فقط في القمح في كل الامور الاخرى وبالتالي ده شيء يعني انا حابب ان انا اكد عليه النقطة المهمة جدا زي ما حضرتك اشارت هو تطوير اسواق الجملة ودي النهاردة الدولة المصرية في اطار ان خطة المناطق اللوجستية ومناطق اللي على رأسها موضوع اسواق الجملة كل ما بحنزود اسواق الجملة كل ما حنهدف لتقليل الحلقات الوسيطة اللي بتأثر على سعر السلعة في الاخر وده جزء من المشكلة انك بتلاقي السلعة بتطلع سواء مثلا انا بتكلم على المنتج الزراعي لما بيطلع من الفلاح او حتى المنتج الصناعي اللي بيطلع من المصنع بيطلع برقم وممكن تلاقيه بيتباع للمواطن في النص يعني بسبب حلقات وسيطة كتيرة منها عدم كفاية اسواق الجملة اللي موجودة عندنا فده بيبقى بيؤدي ان احيانا بيحصل يعني زيادة او مغالاف الاسعار نتيجة الحلقات الوسيطة فعشان كده الجزء ده جزء مهم جدا في خطة واضحة جدا لتنفيذ هذه الاسواق والنهاء كنت بتباحة مع السيد الوزير علشان يبقى فعلا في خلال السنتين القادمين عندنا اكبر عدد من اسواق الجملة موجودة في الدولة المصرية علشان نقلل من عملية الحلقات الوسيطة احنا بنشتغل على ضبط الاسعار ومرأبة الاسواق ولكن كل ما وده يمكن اتكلمت عليها كل ما بنزود العرض من المنتجات كل ده من شأنه بيحقق التوازن لكن معاها كمان عشان تكتمل المنظومة لازم يبقى عندنا منافذ واضحة بتقلل عملية تلاعب الحلقات الوسيطة في السلعة وهو ده اللي احنا بنركز عليه مع السيد وزير التنوية فضل في معلوماته دا دولة يا فندم ان في بعض السكان في المناطق الامنة اللي تم تطويرها توقفوا عن دفع الايجار الشهري كيف ستتبن التعامل معهم خليني اشرح بقى الموضوع ده ومنتهى الشفافية والوضوح الدولة المصرية تحملت وحضركم فجرين وكلنا عارفين قد ايه الدولة المصرية كانت بتوصم بالمناطق الغير امنة وكانت بتصور هذه المناطق وبيقال وتوصف الدولة المصرية باوصاف غير لائقة انها ازاي سايبة اهليها في هذا الشكل الدولة المصرية سيادة الرئيس اطلق مبادرة وانا بقولها سيسجلها التاريخ لانهاء موضوع المناطق الغير امنة والحمد لله ان الدولة نجحت فيها وعملت مناطق يعني احياء سكنية راقية سكنت فيها اهلينة من هذه المناطق واعتقد حضراتكم عارفينها كلها وشفنا نمازج ليها وبنزورها وبنتباحها النهاردة في اطار المتابعة المستمرة لهذه المناطق الشؤة اللي احنا ادناها الاهلينة وهم يستحقوها هذه الشؤة النهاردة بقت قيمتها السوقية انا مش عايز اقول انها ممكن بتتجاوز المليون جنيه وممكن اكتر من كده الدولة المصرية اعطتها لهؤلاء المواطنين بدون مقابل بنظام الايجار وان كل اللي بيدفع رقم بسيط جدا بيدفع شهريا في حدود التلتمية جنيه او تلتمية وخمسين جنيه مجرد عشان يغطي جزء من تكاليف الصيانة عشان احافظ على الوحدة زي ما هي طب انا بسأل المصريين طب يعني اذا كان بقى هناك بعض المواطنين في هذه المناطق ومش حايز يدفع تمن هذا المبلغ البسيط انا بشاهد حضركم ايه اللي المفروض يبقى اجراء الدولة ليهم ماينفعش فعشان كده انا وجهت النهاردة السيدة وزارة التمية محلية وفيه اجتماع لمجلس المحافظين الاسبوع القادم باتخاذ كل الاجراءات الحاسمة لاخذ مستحقات الدولة من هذه الوحدات يتخذ كل الاجراءات ضد اللي حرفض انه هو يسدد هذه الاموال البسيطة جدا اللي مجرد عشان احافظ على الوحدة واحافظ على المكان اللي هو عيش فيه وفيه اجتماع ان شاء الله الاسبوع الجاي مع السادة المحافظين كلهم للتشديد على هذا الموضوع والتغويه لهذا الموضوع لان مش هنسكت على هذا الامر الامر ده احنا بنتابعه كل شوية وكل شوية بنلاقي هذه الظاهرة ان البعض يبدأ يتوقف عن السادات وده الموضوع ده يعني بمنتهى الامانة دي التزامات زي ما الدولة عملت الجزء الاصعب وتحملت انا مش عايز اقول مئات المليارات عشان تعمل هذه المناطق الحاجة البسيطة جدا اللي بنتطلبها من المواطن انه هو يدفع مقابل عشان احافظ له على اللي هو بقى موجود فيه فاذا هو تقاعس لأ الدولة حيكون لها رد فعل حاسم في هذا الامر وحنتحرك فيه في خلال الفترة انا وجهت من هذا الكلام تاني ان يبدأ التحرك اعتبارا مليوم وحنستعرضه بالكامل بتفاصيله في مجلس المحافظين الاسبوع القادم ان شاء الله اتفضى ريفا صفية حمدي جاريت الميل اسمح لي استكمالة لسؤال زميلتي هند اسعار القهرباء بالنسبة للمصانع يمكن الحكومة بتعمل حوافز كتير جدا لدعم الصناعة اسعار القهرباء دايما بكلها تأثير خصوص على بعض الصناعات كسفة الاستهلاك لكل الطاقة في دي اسمح لي اسأل سؤال تاني وده يمكن من حضرتك كمخطط عمراني وخبير في عمراني اولا وصانع لسياسات الاسكان ثانيا في مجال العقار يعني دلوقتي في بعض المشاهد بان في سمصرة يدخلهم يكون في طرحات يشتيروا وبعدين يتبعي الامور باسعار تانية مضاعفة هل احنا ممكن نتعرض لفقاعة عقارية تأثر على الاقتصاد مستقبلا وهل مازال العقار كنصيحة للمواطن من ضمن اهم المجالات ليه حفظ القيمة في الاضخار ضمن الوسائل الاخرى ولا لا شكرا طيب احنا طبعا بالنسبة لأسعار الكهرباء للمصانع احنا بنراعي هذا الموضوع وبرضو حتى فيما يخص القطاع الصناعي يعني حتى زيادات الأسعار كنا عاملين وحرسين كل الحرص انها ما تؤثرش بصورة كبيرة جدا عن المصانع انا بس حابب ان انا اكد هذا الموضوع مرة اخرى في ظل ان ما زالت مصر واحدة من ارخص دول العالم في تسعير الكهرباء مع كل اللي بيحصل وبيتقال وبيتقال ان الفواتير ولكن ما زالت مصر ونقارن نفسنا ومش بتكلم هنا على المقارنة بالجنيه والمصري نتكلم على بصفة عامة على مؤشرات الاقتصادية هنلاقي مصر ما زالت من اقل الدول في توفير الطاقة سواء للمواطن او حتى للانشطة الاقتصادية نيجي الموضوع العقار وحقول لحضرتك يعني الموضوع ده اصير اكتر من مرة على مدار العشرين سنة اللي فيته وكل مرة بيتقول هل ستتعرض مصر الى فقاعة يعني وحيحصل مشكلة زي اللي بيحصل في دول اخرى حقول لحضرتك الاجابة ان شاء الله لا انما هو معروف يا فندم يعني حقول لحضرتك هناك دورة دورة او يعني دورة ده بزي اي قطاع يعني استثماري بتبقى دورة احيانا زي ما بيقولوا يعني ارتفاع واحيانا طباطق ولكن الشاهد اللي موجود في مصر انه عمر ما العقار بينزل قيمته ولكن اللي بيحصل ايه ان النتيجة في وقات التباطق تبدأ تتعامل تسهيلات اكتر وتيسيرات اكتر وبالتالي دائما العقار في مصر هو يعني حنلاقي اسعاره مستقرة ما بيبقاش فيه يعني الحدة في النزول زي اللي بيحصل في بعض الدول لان ما زال عندنا يعني في ضوء طبعا زيادة سكانات كبيرة جدا وعدد سكان بيظل الطلب على العقار ده شيء كبير ومستمر ومستدام وبالتالي يعني حتى اذا كان بيحصل في اوقات احيانا نوع من التباطق بتلاقيها بتستمر سنتين بالكتير ويرجع تاني السوق بيحصل فيه استثمارات وده شيء يعني لان احيانا كان بيتقال بيتم توجيه النقد لهذا القطاع انه هو بياخد استثمارات المصريين والدولة وده احيانا برضو محتاجين ان احنا ننظر اليه بشيء من المراجعة لان في دول كثيرة جدا اقتصادها قائم على موضوع التنمية العقارية وترويج للعقار وان هو يتباع وتصدير العقار وكل الكلام ده كله يعني دول كثيرة جدا اقتصادها بيعتمد بصورة او باخرى على هذا الموضوع وبالتالي يعني انا مش بدافع هنا على فقط هذه الصناعة بالرغم انها صناعة مهمة جدا وحتظل جزء من الاقتصاد المصري لكن لازم ناخد بالنا ان حتى كل شقة بتتبني او كل واحدة بتتبني بتشغل وراها اكتر من تسعين مصنع مختلف مصانع كتيرة جدا في كل شيء بيشتغلوا فبالتالي هي لوحدها بتبقى دافع للتنمية الصناعية فلازم نبقى واخدين بالنا من هذا الموضوع ومرة اخرى باكد هتلاقوا دايما ده طبيعة السوق المصري على مدار العشرين سنة اللي فاتوا وهو نفس الشكل وبالتالي يظل هذه الصناعة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري براحب بحضرتك يا فندم كريم بيبرس القناة الاولى الفترة اللي فاتت كان فيه شهادنا شوية انتظام في اسعار سوق السيارات بشكل عام يعني كانت فترة فيه غلية جدا جدا بدون سبب ورجعت تاني انتظمت الفترة اللي فاتت يعني الحقيقة رجعت تاني ظاهرة الاوفر برايس وانه السيارة بتتبعه اعلى من سعرها او المتعرف عليه بكتير جدا هل فيه آلية للتعامل تاني مع هذه المشكلة يعني والقصة التالية خصونا العربية بقت حاجة اساسية كمان في حياة المواطن دلوقتي الحاجة التانية سيارات ذوي الهمم كان فيه نقاش كتير جدا عن انه فيه سيارات ذوي الهمم ما خرجتش من الجمارك ويتم التعامل معها ازاي والناس اللي بتاخد سيارات ذوي الهمم ويتم استخدامها بطريقة غير شرعية كيف تتعامل مع هذا الامر فان خلينا نتكلم على صناعة السيارات واكيد حضراتكم بتتابعوا انا يعني كل اسبوع بقالنا فترة مع سيد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بنجتمع مع كبار المصنعين للسيارات في مصر بهدف ان احنا نشجع ونسرع الخطة بزيادة الدور الصناعة الوطنية في هذا القطاع المهم جدا الدولة المصرية فيه احتياج كبير جدا من السيارات بحكم حجم السكان والعدد وهذا الكلام وبالتالي احنا كل هدفنا النهاردة ان احنا نشجع الصناعة الوطنية وندي حوافز اكتر للصناعة الوطنية وبالتالي يعني احنا النهاردة مفيش اي اجراءات بالعكس الدولة بتشجع وبتدخل كل مستلزمات الانتاج لهذه الصناعة وده ضمن الاولويات اللي احنا بنتحرك فيها فده انا حابب ان انا اكد على هذا الموضوع ولكن احنا كل اللي بنعمله النهاردة واللي احنا بنعمله ان احنا مع كل المصنعين دول بنحاول نربط بنحاول ان يبقى مع بعض ضمن حزمة على بعضها ان يبقى عندنا رؤية متكاملة ان هو بندخل وبنستورد عربيات ولكن نحاول معاهم يبقى بنشجع كمان الصناعة الوطنية يبقى كل الكبار النهاردة ان احنا بنشجع اكثر واكثر ان بيدخل صحيحة عربيات مستوردة ولكن في نفس الوقت يبقى في زيادة لعدد السيارات اللي هو بينتجها جوه البلد بتديله حافز اكتر وبشجعه اكتر على هذا الموضوع انا بس حابب اكد هذه النقطة ان احنا هدفنا كله وعنا على ان احنا نروح الى ان يبقى الهدف كله ان احنا نشجع اكتر التصنيع جوه الدولة المصرية انما عايز اكد لحضراتكم في الفترة اللي فاتت حصل بعض نوع من مش مش هقول انها تجاوزات لكن وجدنا الية بقت موجودة احنا كل هدفنا العربية لما تدخل حتى الهب تمت الاستيراد وتمت الصنع في الخارج ان العربية المواطن المصري اللي ويدخلها وممكن يكون وعدد ورصدنا عدد كبير من هذه النوعية من العربيات ملهاش اي تواجد في مصر فبقت مشكلة كبيرة طب هي قطع الغيار والسيانة بتاعت هذه النوعية من العربيات هيحصل فيها ايه فاحنا كان جزء من محاولة ان احنا نضمن وده جزء من الحفاظ على حق المواطن ان احنا نبدأ ندي الاولوية في خلال الفترة ودي لسه بنطع لها ضوابط ان يبقى الاساس للعربيات الاستقدام العربيات سواء من خلال الوكلاء المعتمدين رسميا اللي لديهم مراكز صيانة وخدمة جوه البلد ولكن حتى لما هيبقى فيه استراد شخصي يبقى استراد العربيات لديها مراكز خدمة وصيانة جوه البلد ده شيء مهم جدا 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 عشان ما نفاجأش ان بيجينا عربيات وباعداد ليست بقليلة وملهاش اي هنا النهاردة مراكز عشان تقدم خدمات ليها ودي حتبقى مشكلة كبيرة جدا على المدى قصير في هذا الشام موضوع بتاع سيارات زاوي الهمم مرة اخرى انا يمكن اتكلمت فيه بصورة موجازة ولكن اسمحولي احكي لحضراتكم التفاصيل بعد التفاصيل الحقيقة انا طلبت ان يعني ننظر في العربيات اللي دخلت في الفترة اللي فاتت على مدار السنتين ونشوف فعلا هل العربيات دي راحت لزاوي الهمم ولا لأ لان هدفنا بالقانون اللي عملناه والامتيازات وحتى هذه اللحظة عايزين اللي امتيازات اللي تروح لابنائنا من زاوي الهمم تروح لهم هم ولا انا غلطان طيب طلبت ان احنا نعمل عينة تنزل وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع عندهم اسماء كل المفروض اللي استفادوا على مدار السنتين من هذه المنظومة ينزل وشوفوا العربيات معاهم ولا لأ للأسف احنا اخدنا عينة بضع مئات بدون مبلغة يعني مش عايزة اقوله مش عايزة تجاوز ما بين سبعين الى تمانين في المية او اكثر من السيارات مش مع زاوي الهمم طب عايزين تعرفوا اكتر هم ما يعرفوش اصلا النوع العربية اللي اتجابت باسمه طيب هل معناها ان انا بوقف البرنامج وهلغي لأ لكن بضع له دوابط محددة واضحة هدفها الوحيد شيء واحد ان هم زاوي الهمم فعلا هو اللي يستفيد طب هو مش هيستفيد او يعني هيحصل تجاوز لن اسمح به اللي بيتعمل النهاردة انا وجهت ان يبقى فيه لجان هتنزل على كل السيارات اللي دخلت على مدار السنتين عربية عربية وحرجح حق الدولة العربية دي دخلت عشان ابناءنا من زاوي الهمم طب تبين ان حد تاني خدها حيدفع بغرامات اللي محدوطة في القانون كل المبالغ اللي كان المفروض الدولة تاخدها كحق انا بس بأكد على هذا الموضوع اللي احنا بنعمله دلوقتي بنضع ضوابط محددة كل هدفنا ان العربية فعلا تروح للعاي الاساس اللي القانون ده كل وضع ليه واللي احنا كلنا حرسين كل الحرس ان هو ياخد هذه الميزة في ضوء طبعا ان هم من ابنائنا من زاوي الهمم انا بس حابب ان انا اقولها لحضراتكم لان هذا الملف ملف يعني مهم جدا احنا حرسين على ان ابنائنا من زاوي الهمم ياخدوا حقوقهم في هذا المجال ولكن ايضا ما حصلش تجاوز باللي حصل في خلال الفترة الماضية ناخد فضريفا جهان حسن جريت الجمهورية في ظل الدولة اللي بتعمله علشان تخفيف عن كهل المواطن وتخفيف الاسعار ومع اقتراب العام الدراسي الجديد ماذا عن خطة الحكومة بخصوص معارض المدارس واهلا المدارس وهكذا شكرا لحضرتك طبعا هذا الملف ملف شديد الاهمية وكنت بتكلم فيه مع سيد وزير التموين ضمن الحقيقة اللقاء اللي تم على مدار الاسبوع وان شاء الله طبعا هتفتتح هذه المعارض باذن الله قبل العام الدراسي ولكن يمكن نقشت معاه انها تبقى لها صفة الدايمومة يعني تبقى موجودة على مدار السنة وده هيبقى شيء مهم جدا ان احنا بالذات لما كنا بنقول اهل الرمضان او اهل المدارس لأ هتبقى حنحاول بقدر امكان يبقى المعارض دي دائمة ويبقى المكان بتاعها دائم والمواطن عارف هذه المعارض في اماكنها ممكن بيتغير يعني لما بيجي رمضان حيبقى السلع الغذائية هي اللي اكتر وغالبة على المعرض او في وقت المدارس بتبقى الحاجات المستلزمات بتاعت المدارس هي اللي هتبقى غالبة ولكن يبقى المعارض دي موجودة بصورة دائمة وبتقدم سلع على مدار السنة باسعار مخفضة للمواطن وده جزء من الخطة اللي ان شاء الله الدولة هتطلع قريبا وتعلن عنها على سين نضمن ان هذه المعارض يكون لها صفة الدوام باذن الله ناخد اخر سؤال بفضل يا فان اسلام فرحات جارت الاهرام اسلام فرحات جارت الاهرام معليك اولا بنشكرك على المؤتمر الصحفي وعلى الشفافية والصراحة الكبيرة اللي احنا يعني انا شايف ان هي يعني الناس كلها بتنتظر دلوقتي يعني لقاء حضرتك مع الجماهير بشكل مباشر فيه بس سؤال هو هل بعد الزيادة وتحريك بعض الاسعار في عدد من الخدمات والسلع هل من المنتظر ان يعني ان تقوم الحكومة بزيادة في المرتبات للناس تتناسب مع بعض يعني الزروف الحياة والمعيشة اللي هي يعني بتتحملها يعني شكرا طيب خلينا طبعا احنا خدنا اجراءات استثنائية واكيد حضراتكم اعتبعتوا على مدار السنتين اللي فاتوا في زيادات متوالية في موضوع المرتبات وبالتالي اللي احنا النهاردة شغالين عليه ان بنصيغ يعني حزمة حوافز او حماية اجتماعية ولكن مش شرط ان يكون فيها فقط موضوع زيادة مرتبات اللي ان احنا قريدي خدنا زيادة مرتبات من شهر ابريل الماضي يعني احنا بنتكلم لسه من اربع شهور لما ابتدينا نفعل هذا الموضوع وبالتالي احنا كل هدفنا النهاردة ازاي نعظم من العديد من الحوافز المختلفة علشان المواطن النهاردة يقدر ياخد الخدمات وبعد السلع باسعار مخفضة ونخفف من عليه الاعباء ولكن يعني احنا ماشيين في هذا الاطار احنا اعلننا عن زيادة المرتبات زي ما قلت من اربع شهور ولكن يعني احنا لسه بقى قدام شوية حنشوف اذا كان هناك حاجة لهذا الموضوع مرة اخرى من عدم وبإذن الله احنا كل شوية هذا الموضوع بيدرس وبنشوف الموضوع في اطار المحددات اللي احنا حطينها للموازنة ولكن يعني احنا خدنا قريدي الخطوة من اربع شهور وبالتالي يعني لسه طبعا قدامنا مدى قبل ما نفكر في خطوة اخرى في هذا الشأن يعني انا عايز بس ان انا يعني مرة اخرى يعني اأكد ان الدولة المصرية بالرغم من كل هذه المصاعب وكل التحديات الغير مسبوقة ومعنش انا اسف حفظة لقول هذا الكلام بعض الناس بيقولوا انت كل شوية تقول هذا الكلام هتودي فترة العالم شاف اللي احنا شايفين بهذا الحجم وعظم التحديات والتقلبات يعني احنا كل يوم في حاجة جديدة وغير منظورة وما حدش كان متخيلها بتحصل وليها تأثير مباشر عليك فالنهاردة احنا بنتعامل مع ظروف شديدة القصوة ومع ذلك الدولة المصرية شغالة ومشية في التراك بتاعها بتحاول تنفذ المستهدفات وان شاء الله بنحققها بقدر الامكان بنحاول نخفف من الاعباء على المواطن وعارفين ان احنا وعارفين كويس قوي وفاهمين يعني مدى عظم التحدي اللي موجود عليه ولكن الحمد لله احنا شايفين المصار قدامنا وبنتحرك على هذا الموضوع وعندنا عارفين كويس قوي المستهدفات اللي احنا عايزين نحققها بنهاية هذا العام المالي والسنة اللي بعدها هيبقى ايه واللي بعدها هيبقى ايه كل ده بالرغم من كل الظروف اللي احنا بنواجهها فده انا عايز اقوله عشان المواطن نفسه بيقى متطمن بالرغم من كل هذه الصواعب والتحديات لا الدولة لديها الخطة والرؤية وبتنفذ على هذا الموضوع وبتتحرك في هذا الكلام بنوفر فرص عمل بنحاول نحافظ على استقرار وثبات السلع السلع نفسها موجودة الخدمات والمرافق القهربة وحضركم كنا حاسين قد ايه بمشكلة الكهربة ومع ذلك قديكم شفتوا الصيف ده عدى درجات حرارة كلنا بنقول عمرنا ما شفنا حرارة بهذا الشكل ومع ذلك قدرنا لغاية هذا اليوم اهو زي ما حضركم شايفين وقفنا موضوع قطع الكهربة وبنناقش ما بعد الصيف وحنتحرك ازاي في هذا الشأن كل دي النهاردة امور مش سهلة على اي حكومة انها تتعامل معاها صدقوني انا بتكلم هنا بقى بعيدا عن المنصب انا بتكلم كمواطن مصري بيكلم يعني المواضيع بتبقى مش سهلة اوي بهذا الشكل تحديات كبيرة جدا ومع ذلك الحمد لله يا رب بكرم ربنا وفضله علينا احنا مستمرين في المسيرة وان شاء الله يا رب القادم افضل باذن الله للدولة المصرية ده اللي احنا لدينا الامام به وبنتحرك عليه وان شاء الله حيتحقق باذن الله في الفترة القادمة انا بشكر حضراتكم جميعا شكرا تابعنا مشاهدينا المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدوز اشتركوا في القناة